أكثر شيء يخلع تلاميذ الأولى باك كالوريا هي البرودكسون إكريت لأن البرودكسون إكريت تحسب في المتحان 10 على 10 بمعنى أن المتحان الجهاوي يكون على 20 كمبريانسون إلغة على 10 كمبريانسون إلغة على 10 الأغلبية منهم يجبون بعض الأسئلة في كمبريانسون لأنك تكون في المتناول كتكون دي كيسون كيسون سمبل اي فاسل يعني كيقدرو يجيبو كالكو ناط يلا كالكو بوان ولكن بالنسبة للبرودكسون إكريت الأغلبية كيحصل ولا بلوپر ديزاليف سو بوز دا كيسون كال بلان دوات نسويف دون سو سيجي أو بيان دون سات برودكسون إكريت يعني أشمن تصميم يمكالينا نديرو في هاد البرودكسون إكريت وهذا هو السؤال اللي دائما كيتطرح من طرف التلامد لسنتج عن طريقة يجب أن نستخلص التصميم يعني أن هذه التصميم ولا ديك لا كنسين هي اللي كتعطينا اللي plan أسويف ماشي كان دخلو مسبقا لقاعد المتحان وكان قولو لا أعطيك sur la production iniquite اللي plan dialectique ولا اللي plan comparatif ولا اللي plan simple ولا اللي plan consistif لا اللي analytique اتت لا راه لسيجي ولا لا كنسين هي اللي كتعطيك كل plan دوات نسويف أشمن plan ملي كتقرال لسيجي وكتحلو كتفهمو كتعرف شنو المضمون ديالو كتقدر تدير واحد تسميم واعين لها ديك الپرودكشن إكريت ومن خلالها كيكون واحد العمل اللي هو كيكون يعني مصايب مقادة صديق un travail كوهيران sans faute avec دي paragraph une bonne présentation etc donc بالنسبة للا production إكريت ما تقوش تسولو هات سوال كل plan دوات نسويف أول شي تقومو به بريتو تعرفو كل plan vous دوات سويف قراو لكانسين قراو لسيجي ديالا production را غادي تفهمو هي هو اللي غا يحتم عليكم أشمن plan vous دوات سويف اللي أنا مليك تقول أنا جو يسويف le plan دياليك سويف را نقدر را فلسيجي قدر ما سي پا convenابل يعني سي پا أدكوال لأدك لسيجي ولا لأدك لكانسين يعني سو بخيف را لكانسين ولا لسيجي هو اللي كي اعطينا اللي لأدك لأدك بخصوص سوائ لأدك بخصوص او بخصوص سوائ أعطي بخصوص بخصوص شكرا